وقد فعلنا ذلك حين اعلننا عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي من جديد يصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي على تكرار سيناريو انقلاب صنعاء تحت لافتات تشبه لاحد كبير الشعارات التي رفعها الانقلابيون الحوثيون لاشتياح العاصمة بذريعة اسقاط الحكومة لا تنفك قيادات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات عن تحريض الشارع ضد الحكومة وبعض القوى السياسية بذريعة الاحتجاج ضد الانهيار الاقتصادي في بيان صدر عنه دعا المجلس انصاره للسيطرة على مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية بل ذهب بعد من ذلك بالحديث عن استعدادات ما بعد بسط السيطرة ازاء ذلك دعا مجلس الوزراء ما يسمى بالمجلس الانتقالي للعمل السياسي والتخلي عن اية تشكيلات عسكرية او امنية خارج الشرعية بدلا من الدعوة الى اثارة الفوضى محذرا من ان اي شغاب من شأن الاضرار بامن الوطن ووحدته وامن المواطن وسلامته ومشددا على سلطات الامن في عدن لتحمل مسئوليتها التاريخية بشجاعة كما دعت الحكومة الجماهير الى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم يبدو ان عدن ستخوض امتحانا جديدا يريد به البعض ان يكون فوضويا ودمويا على عكس ما يتطلع اليه الشعب الذي ضاق به الحال من سوء الاوضاع الاقتصادية ومحاولات استغلالها لخدمة اهداف قوى هي جزء من المشكلة وليس الحل ترجمة نانسي قنقر